يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقالوا أين الصائمون يدخل منه الصائمون يوم القيامة هذا بيان فضيلة الصيام وأنهم لكرامتهم على الله عز وجل خصهم الله بباب يدخلون من خصهم الله بباب يدخلون من يدخل منه الصائمون يوم القيامة ومقصود يوم القيامة يوم الفصل والحساب وذاك عند دخول أهل الجنة الجنة بعد ما يقضي الله في العباد ويجوزون الصراط ويأتون إلى أبواب الجنة يدخل الصائمون من باب الريان قال لا يدخل منه أحد غيرهم فهو خاص بأصحاب هذا العمل فلا يدخل فيه غير الصائمين وهذا يشمل الصائمين من هذه الأمة والصائمين من غير هذه الأمة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكل من صام صياما مشروعا فإنه يدخل منه لقول الله صلى الله عليه وسلم يدخل منه الصائمون يوم القيامة والألف والألف للأم للإستغراق فيشمل كل صائم صياما شرعيا